اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية وامكملين في اخراطنا في نهارك سعيد امبارح بدأت بها ست صندوق النقد الدولي مفاوضاتها مع الحكومة المصرية في القاهرة حول طلب مصر اقتراض 3.2 مليار دولار من الصندوق وسط مخاوف من فشل المحادثات وتوقع بوضع الصندوق شروط جديدة ممكن تكون مجحفة لمنح القرن المفاوضات دي بتحصل في ظل صعوبة الموقف الاقتصادي وتراجع الدول العربية والاجنبية عن وعودها والفلوس اللي قالت ان هي هتبعتها لنا هيكون معنا دكتور فخري الفقهي خبير الاقتصاد الدولي نكلم معاه في الموضوع بالتفاصيل سباح الخير يا فخي سباح الخير يا فخي سباح الخير يا دكتور يمكن من بداية من بعد ثارة 25 يناير وإحنا سمعنا عن مساعدات من بعض الدول سواء الدول العربية أو الدول الأوروبية وعايز اعرف من حضرك بالزبط المساعدات اللي وصلت لنا كم وكان في اجتماع كمان مع دكتور كمال الجنزوري مع الدول الثمانية سفراء سفراء الدول الثمانية فعايزين نعرف آخر التطورات اللي حصلت في الاجتماع أنا عاوز طبعا أقول أنه الاقتصاد المصري دعائمه قوية وأنه متعدد مصادر الدخل لكن ما حدث بالفعل أنه يعاني من شح في السيولة أو نقص في السيولة طبعا إحنا شايفين أن العجز في المزانية ضخم جدا وأن احنا عاوزين نموّل العجز في المزانية بطريقتين بطريق الاقتراض المحلي والاقتراض الخارجي العجز 134 مليار جنيه مصرية المفروض أنه يتم تمويل هذا العجز 80 مليار من المصارف المحلية من خلال أو بضمان أزنات خزانة حكومة مصرية وال60 مليار دول يجوا من الاقتراض الخارجي لكن احنا عاملين زي المسلسل اللي هو بدأ من يونيو الماضي وأنه نقترض خارجيا ولا نقتصر فقط على الاقتراض الداخلي ده فعنا احنا في السرعة من بدري اه من يونيو الماضي وده من أيام احنا مر علينا خمس حكومات لحد النهارد حكومة نظيف ده اللي هي قامت الثورة والحكومة تم طبعا يعني إعفاءها ثم حكومة أحمد شفيق واثنين حكومة دكتور عصام شرف والحكومة الحالية حكومة الجنزور اللي هي حكومة الإنقاذ فالمسلسل شغال من أيام حكومة شرف واحد مع لما كان وزير المالية الدكتور سامير ردوان وكان في يونيا واجتمعت الحكومة المصرية طبعا وزير المالية مع بحثة صندوق النادي الدولي واتفقوا على برنامج بالفعل هذا البرنامج ان الصندوق بالفعل شهد بانه هذا البرنامج ملائم لمصر وانه يقدر يسدد عجز الميزانية اللي هو زي ما اقول 80% او 80 مليار جنيه مصري من العجز يتم تمويله من المصارف المحلية و60 مليار جنيه مصري اللي هو يعادله 10 مليار دولار يعني بسعر الدولار 6 جنيه ايه اللي تم بقى في المفاوضة دي هنا وتم الاتفاق على هذا الاساس لكن المجلس اللي على القوات المسلحة يعني طلب للأمانة انه يكون في حوار مجتمعي يتخذ رأي الايه لانه المفروض اللي هيوافق على هذا البرنامج من المفروض في هذه الحالة البرلمان وصلاحيات البرلمان موجودة مع المجلس الاعلى القوات المسلحة مع صلاحيات البرلمان مع صلاحات رئيس الكمهورية فالمفروض اللي هيوافق في هذه الحالة المجلس الاعلى القوات المسلحة لا يعني موقع فيها فهو طلب حوار مجتمع في يونيا فالحوار المجتمع ده في يونيا الحوار المجتمع فيه رموز الاحزاب كفيه اتلافات الشباب الصورة فكان التعبير اللي هو وصل إلى الحكومة أنه لا داعي للإقتراض الخارجي لأنه ده هيشكل عب وإحنا مش عاوزين دايما عندنا حساسية من الإقتراض الخارجي لأنه إحنا عاوزين سيادة مصر تبقى في إيديها ونقتصر على الإقتراض الداخلي بالبنوك المحلية لكن نسينا أن البنوك المحلية الحكومة هجيب منين؟ من البنوك والبنوك هجيب منين؟ من ودايعنا فالودايع يعني الودايع الشعب المصري في البنوك الحكومة هتستلفها فلما بدأت الحكومة تستلف من الودايع هنا البنوك بتتفاوض عرضه طلب بما أنه في طلب شديد من الحكومة على الإقتراض عشان تغطي العجز اللي عندها والمعروض من الفلوس اللي هي ودايانة محدودة يبقى سعر الفلوس لازم يزيد غير كمان في ناس بعد الثورة نقلت فلوسها كلها بر مصر يعني في بعض الانتقالات يعني فزاد سعر الفلوس اللي بنسميه سعر الفايدة ثمن النقود هو سعر الفايدة فارتفع سعر الفايدة فعلا حكومة بتقترد كانت بتسعة في المية في البداية لحد ما وصلنا النهاردة إلى ستتاشر في المية يبقى ده بيزيد الطين بلة بالنسبة للدين العام الحكومي للدين العام المحلي يبقى الحكومة الحكومات المتعاقبة قالت لا ما فيش مفر قدامنا غير اقتراد الدولي هنا البوابة الوحيدة اللي هي لكل الدول في العالم هو حاجة اسمها صندوق النائد الدولي اللي احنا عضاء فيه هذا الصندوق واللي احنا انشأناه سنة 45 كنا 33 دول مصر كان دولة من ضمن 33 اللي انشأت صندوق النائد الدولي ولينا حصة في الصندوق حصة بالدولار احنا كده هنمتظر برضو قرار البرلمان اول تشكيل البرلمان هنا ما هو نلاحظ ان البرنامج اللي بيتفق عليه حاليا اللي هو البرنامج القديم اللي وضع في يونيا بيتفق عليه طبعا في هذه الحالة لابد انه هو يصدق عليه من البرلمان البرلمان هيكتامع يوم 23 يناير اللي احنا فيه لكن كل ده عشان ميزانية مش السنادي اللي هو 2011-2012 لا الميزانية اللي هتبدأ في 2012-2013 اللي هتبدأ في 1 يوليا القادم دكتور فخري بس بعد إذن حليك عايز ارجع مرة تانية كنا من نرى كتير جدا على المساعدات من بعض الدول العربية لمصر عايز اعرف ده فيه فعلا فلوس وصلت لمصر ولا لا واجتماع دكتور كمال الجنزوري مع الدول التمانية سفراء الدول التمانية جات لنا فلوس فيه ناس عشان بيقولوا ان فيه بعض الدول امتنعت وفيه بعض الدول مش هتخلي مصر تقترد منها فعايزين اعرف احنا وصلنا لإيه هنقول بعض الدول وعدة مصر خاصة الدول الخليج دول العربية اللي هو الدول العربية في الخليج المملكة العربية السعودية يعني التزمت منها تقرض مصر اربع مليار منهم نصف مليار وصلوا بالفعل الباقي لسه موصلش لسه الباقي منتظر شهادة ثقة من صندوق النقد دولان دي فلوس شعوب شعب المملكة العربية السعود ما هياش فلوس الملك ولكن هو عاوز يطمئن انه مصر تبقى قادرة على رد هذه الاموال للشعب السعودي ايضا الامارات العربية المتحدة التزمت ووعدت مصر بتلاتة مليار دولار دا ما وصلش دي لسه حاجة القطر وعدت بي انها تقرض مصر حوالي اتنين مليار وصل منها نصف مليار اللي هو دعم الميزانية والباقي دا مستنين الشهادة دا منتظر برضو شهادة الثقة او الصلاحية من صندوق النقد الدولي الصندوق نفسه هيقرض مصر اذا وفق الصندوق على البرنامج وانه مصر قادر على تنفيذ هذا البرنامج هيعطي مصر في هذه الحلقارد يسدد ما بين ثلاث سنين لخمس سنوات تلاتة واثنين من عشرة مليار دولار الى جانب البنك الدولي اللي هو التوأم بتاع الصندوق هيقرض مصر ايضا اتنين واثنين من عشرة مليار دولار السؤال كله على بعضه دا يطلع كام لما نحسب تلاتة واثنين من عشرة من الصندوق اتنين واثنين من عشرة من البنك الدولي ادي خمسة واربعة من عشرة للتبسيط للمشاهدي بخمسة ونص زائد المملكة العربية السعودية والامارات والقطر هتعطينا تسعة مليار نحط دول يطلعوا حوالي 14 مليار إلى آخره ده اللي محتاجينه بالفعل في سنة 2012 لبقية 2012 اللي احنا فيها زي للسنة المالية القادمة اللي هتبدأ في 1 يوليو 2012 وتنتهي في 30 يوليو 2013 هبقى فيه طبيعة شروط هيتم وضعها لحصول على السيولة دي لسد الفجوة أنا عاوز أقول حاجة صغيرة بمناسبة اجتماع الجنزوري وصفراء الدول التمانية الكبار ان الدول التمانية الكبار اللي هم معروفين الخمسة وثلاثة خمسة اللي هم الكبار المعروفين انجلترا وفرنسا والمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والثلاثة التانية اللي هم كندا وإيطاليا وروسيا في هذه الحالة دول التمانية دول في بداية الصورة المصرية وكانت تونس قامت بصورتها وثم مصر ثم حالين دلوقتي ليبيا واليمن وباقي طبعا سوريا إن شاء الله فبنقول في هذه الحالة إنه رصدت مبلغ خمسة وثلاثين مليار دولار لدول الربيع العربي خاصة وخصصت إنه مصر وتونس بالذات هتحصل على نسبة كبيرة من هذه المليارات اللي هم الخمسة وثلاثين مليارات فاجتمع الجنزوري بصفراء الدول التمانية هنا في مصر من حوالي أسبوعين حتى إنه طلب منهم إنه مصر تعاني من شحف السيولة وبما إن هذه المبادرة قائمة لمساعدة مصر أو دول الربيع العربي مصر وتونس سيبها في هذه الحالة نريد تفعيل هذه المبادرة نتيجة بقى المبادرة لم تفعل حتى الآن نعم طيب أنا في سؤال عندي مهم احنا كده اتكلمنا عن الاقتراض من الخارج لكن الناس كتير جدا قعدة في البيت تتساءل الله طب وهي الفلوس اللي مفروض بتاعتنا واللي جوه بلدنا واللي في ناس سرائتها وهربتها هيتعامل فيها إيه في إطار أخبار قصيرة كده هقولها لحضرتك أنه أنا في نقطة مثلا السنديق الخاصة أنه احنا مش عارفين السنديق الخاصة فيها إيه غير دلاتي ولا ما يتم الكشف عنها البنك المركزي دكتور فاروق العقودة أكد أنه كان فيه حساب لا يسحب منه غير بأمر الرئيس فيه حوالي 4 و 6 من 10 مليار 9 مليار 9 8 و 6 من 10 8 و 6 من 10 أنت أصدق يبقى في الحالة دي قريبة من التسعة وفي إطار كمان أنه فيه خبر بيقول أنه نيابا العامة بعتت وفد الأسبانية عشان تستلم ابني حسين سالم نيابا حسين سالم لمصر فالجهود دي هتوصلنا لفين واحد السنديق الخاصة دي فيها قد إيه وفيها كام ومقدر فيها قد إيه نشوفها قبل قبل ما نقترب من بره ولا لأ والإجراءات دي بالنسبة للحسابات التي تخص الرئاسة والتي تخص المرتبطين بالرئاسة والنظام السابق هيبقى إيظروفها ناخدهم واحدة وحدة عشان أهلينا برضو يخلي بالهم بالزبط عشان نستسترايا بالزبط ليه إحنا لابد نقترض خلال الفترة ولجأنا لسنديقنا الدولة أنه عندي السنديق الخاصة ده نمر واحد السنديق الخاصة دي كانت يعني غير خاضعة على رقابة وزارة المالية وده خطأ من نظام النفات مشكلة كبيرة جدا ده فلت مصرف وحيد في مصر لا يخضع لإنشراف ده ده المصرف العربي الدولي ده ده قصة طبعا ده قصة تانية خالص ده وضع أيام السادات طبعا وكان بعيد كل البعد عن يعني وضعت له اتفاقية خاصة وهذه الاتفاقية لتخضع لرقابة الدولة والبنك المركزي على وجه ده إيه حدو لأنه هو متهم في كثير من خلينا في السنديق الخاصة صافي الأموال يعني قامت الثورة حسب تصريحات الدكور سامير رضوان عندما كان وزير المالية أنا ذاك في شرف ون أو شرف واحد فكانت حسب تصريحه وإحنا كنا في اللي هو الحوار المجتمعي فسؤل هذا السؤال فقال والله إحنا صافي المصرفات بعد المصرفات وخلافه 45 مليار حسب كلام الحكومة الإنقاذ الحالية بطول والله الموجود حاليا بعد إنفاق بعض الأموال منه خلال الفترة السنة دي بقى فيه حوالي 22 مليار إلى آخره يعني أنفق على بعض خلال السنة اللي فاتت دي لأنه الميزانية كانت محتاجة إلى جانب بعض المطالب الفائوية إلى آخره إذن سندي بالجنيه المصري نيجي بقى لقضية أن أنت الأموال التي سلبت من الشعب المصري وهربت للخارج وموجودة في بنوك الأجنبية دي قضية تانية شائكة وديا في نهاية الأمر هنوصلها بعد المحاكمات العادلة وإحكام قضائية نهائية وهنبدأ نطالب الدول اللي هي فيها هذه الأموال والبنوك اللي موجودة فيها هذه الأموال وديها تاخد موال طويل إذا وصلنا إلى 20% أو ربع هذه الأموال يبقى كويس جدا ده لن نترك هذه الأموال لكنها تاخد وقت والاقتصاد بتاعنا محتاج سيولة طب ما يقص بقى لحسابات الرئيس السابق لا قضية 9 مليار أو 8 أو 6 من 10 مليار اللي سؤل فيها الدكتور فاروق العودة أنه هذه الأموال أنا كنت موجود أيميها كمساعد مدير تنفيذي في صندوق النات الدولي أنه في سنة 91 أنه مصر برضو كانت بتمر بشحة في سيولة ونقص في سيولة وكان غير قادر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وكان الدين العام الخارجي وصل إلى 120% من الناتج اللي بننتجه ودي نسبة عالية جدا هو حاليا دورة 15% نسبة بسيطة للغاية ما حدث في هذه الحالة أنه مصر توقف عن سداد التزامات هنا عندما دخلت مصر مع التحالف الدولي عندما غزة صدام حسين الكويت وفي هذه الحالة شراكت مصر في هذه مع التحالف الدولي كانت المكافأة لمصر في هذه الدول الخليج أعفت مصر من سداد 7 مليار دولار أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أعفت مصر من 6.5 مليار دولار وبالتالي خف الدين إلى جانب أن صندوق النادي الدولي والبنك الدولي قدر يجيب لمصر تخفيض في الدين أيضا مزيد من الدين بحوالي 14 مليار إجمالي سرعي 10 مليار بل إجمالي 24 مليار من 52 مليار وصل الدين كل ده كان بيودع في حصيلة البنك المركزي وكان الدول العربية ابتدع هذه الأموال في حصيلة البنك المركزي ويدخل ضمن الاحتياطي لكن قد يكون بالفعل لا يتم الانفاق منه إلا من خلال صلاحيات رئيس الجمهورية وبالتالي بما أن رئيس الجمهورية قد قامت الثورة وأنهت حكم رموز الفساد يبقى في هذه الحالة من الذي يملك هذه صلاحات المجلس الأعلى للقوات فهذه قضية منتهية لكن أنا عاوز أقول لوقتي إحنا محتاجين نقتارد بجني المصري إنت عاوزة إنت محتاجة دولارات عشان تستوردي السلعة التنوينية من الخارج إحنا بنستهلك 50% من غزائنا فبالتالي لازم نستورد ده بالدولار مش بجني المصري ده نمر واحد اتنين إن إنت في هذه الحالة المستلزمات الإنتاج المصانع اللي هتوقف دي مش عايزة نستورد المستلزمات الإنتاج بالدولار من الخارج طيب أنا بس اللي إحنا فيها دلوقتي مرتبطة بشروط صندوق النقط برفع الدعم عن البنزين وبس واش هتكلم بحاجة تانية لا لا أخو الله لأخر سؤال لأخر سؤال عانيت كل المعاناة لحد الوقت العربية بتاعت ما فيهش بنزين لأنه بيضور على بنزين من إمبارع مش لاقي أرجو إن ما تكونش هذه يعني ما نسميه في البرنامج بتاع مصر وصندوق النات الدولي ما نسميه بالبراير أكشن البراير أكشن اللي هو الأفعال المسبقة يعني تورونا كده شطرتكم قبل عشان نشوف جديدكم في إنكم هتدخلوا في برنامج اصلاح اقتصال برنامج طوارق مع الصندوق إن الصندوق يقولوا والله طب اعملو لنا حاجة كده ارفعو لنا سعر مثلا البنزين تسعين أو تمانين فهنا طب الحكومة هنا في هذه المفروض يبقى فيه شفافية أنا لحد النهار ده ما أناش فاهم هو إيه اللي حصل مبارع هل هو بداية اللي رفع سعر البنزين وإذا كان ده حسب أو الغاية الدعم عن البنزين أو الغاية الدعم يا مهو الغاية الدعم يبطي يطلع البنزين هل هو ده ولا إيه بالضبط المفروض إن هما المسؤولين إذا كان ده خاص بالبرنامج بنسميه يقولوا لنا بشفافية يقول إن إحنا أنساعد معهم بالضبط لما ما نروحش إلى المحطة ما لقيش بنزين مثلا دكتور بس قبل ما نختم فيه سؤال أنا أعتقد في وضولها هيقتل الناس كلها في البيت عشان تعرفوا موضوع المصرف العربي اللي هو بره الحسابات أنت مشر ليه على المصرف العربي أنا عايز بس أعرف هو إيه موقفه يعني أنا عايز أعرف في إطار خطة لا هو ممكن هو إزروفه لأنه هو متهم في كثير من القضايا أنا معك بريح الناس وأقول إنه ده خطأ وطبعا ده يعني اتفاقية خاصة وتمت في عهد رئيس السداد وبالتالي قد يكون وبالتالي ده يعتبر حاجة سلبية في الإقصال المصرف وغير خضر للبنك المركزي لرقاب للبنك يبقى إزان ده ممكن تطلع منه أموان لا والسنة دي الخاصة كمان هنا السؤال هل لك الحق والصلاحياتك كبنك مركزي تقدر تسأل رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الدولي الفلوس اللي خرجت خلال الفترة 2011 كان بالضبط ما فيش غير خضر للرقاب لكن هي سلطة أدبية ممكن المجلس على القط مسلحة ممكن الحكومة البرلمان الجديد ممكن يتساءل عن هذه التطلقية طبعا دكتور فخري الفئي خبيل اقتصاب نشكر حريك على وجودك معنا وإحنا لنا قاعدة ثانية نوفادي مع حضرتك في الموضوع ده عشان يكون نقدر في إطار الشفافية اللي احنا عايشين فيها لأنه ده ممكن يكون من مشاكل اللي لازم تتحل فعلا عندنا ممكن البرلمان الجديد بتوجهاته الجديدة يعيدي النظر لا ونحن نترح الموضوع مثلا نترح الموضوع والناس كمان تكون مشاركة معنا عشان يبقوا عارفين المواطن ايه دوره وفي نفس الوقت حقوقه ايه وإيه لي وإيه لي وإيه اللي عليهم وإيه الدور اللي أم بي هذا المصرف بالزبط 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 لجبال ياخد على الرقاب بالزبط كان إيجابي ولا سلمي كان إيجابي ولا سلمي وننتقل لفاصل ونكمل معاك وبإيد فقرة نهارك سعيد